رتبنا خطة عمل خاصة بطرح هذه المشروعات بالتنسيق الحقيقة كمان يمكن مع المطورين حقيقة أنا في البداية برضو دعيد مجموعة من المطورين يمكن بعض حضراتكم برضو شرفني في هذه اللقاءات وابتديني نحط نعمل ورش عمل معاهم ونشوف برضو عشان ما حصلش حالة اغراق في السوق ابتديني نفكر ازاي نعمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة عليها زي منصة مسكن وايضا جزء اخر خاص بشركات التطوير والعقاري والتسويق اللي تابعة للوزارة واللي الهيئة بتمتلك الحقيقة النسب فيها مش قليلة ابدا ابتديني ندير الموضوع بالصورة دي كده بحيث ان احنا نعمل تعظيم بشكل كبير جدا للموارد وفي نفس الوقت نخلق كشف له يمكننا من احنا نضغط في خطة تنفيذ المشروعات المختلفة واللي بيها نقدر نوفي تسليمنا للعملاء المخصص ليهم هذه الوحدات لان احنا معترفين الحقيقة ان كان حصل تأخير في العديد من المشروعات فيما يخص تسليم الوحدات وكان ابرز هذه الاحداث طبعا حدث تسليم اللي كنا عملناه في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة كان حدث متنوع في انماط الاسكان داخل المدينة اللي احنا قمنا بتسليم الوحدات لملكها ده كان احد اهم المحاور حي احنا برضو في اطار تعظيم الموارد عادنا مع الزملاء بحيث ان احنا نخلق موارد مستدامة من خلال طبعا عندنا المساحات اللي هي ممكن تكون غير مستغلة في بعض المدن نبتدين نشتغل عليها ونعيد استخدامها ونحاول ان احنا ندخل فيها شرقات او بمقابل انتفاع والحياة ده بيضمن لنا موارد مستدامة بالاضافة لبرضو الملفات اللي خاصة بالاعلانات والمتحصلات اللي هي الدايمة والمستدامة حاولنا ان احنا نركز بشكل كبير جدا عشان نعظم الاستفادة من الموارد دي بشكل رئيسي الحياة برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا فيما يخص موضوع التحديات اللي بتقابلنا احنا برضو على مستوى فري العمل طبعا ابتدينا برضو نقعد مع زملائنا ونشوف الهياكل اللي موجودة التنظيمية لكل جهة او هيئة طبعا حضرتكم يعني على علم كامل بان الوزارة الاسكاني الحياة وزارة عملاقة وعظيمة وزارة كبيرة جدا بتبحها العديد من الجهات والحياة احنا يمكن بدأنا بلقاءات مع كل الاجهزة والهيئات التبعة والسنديق وغيره وبتدينا نحط يعني رؤية كده مشتركة مع زملائنا في ما يخص الهياكل التنظيمية لهذه الجهات وازاي ان احنا نطورها وازاي ندعم بالشباب ويبقى فيه عندنا عناصر موجودة وصف تاني موجود بديل يعني حياة دايما انا على قناعة شخصية ان الدمج والمسج بين فريق عمل بيحمل العديد من الخبرات بالاضافة لعناصر شبه حياة بيكون النجاح جيد جدا وبقى مرضوده على فريق العمل كله بالكامل حيمكن دي كانت ابرز التحديات واللي احنا بتدينا نحط ليها مجموعة من النقاط الاساسية كخطة استراتيجية ان احنا نشتغل عليها وابتدينا نخلق هذه الادوات اللي تساعدنا وتمكننا من احنا نحرك الموضوع بشكل سريع ويعني خلينا ندخل بقى في الخطة بتاعتنا تحديدا احنا يعني محور الحديث النهاردة هنقسمه كالقاتي عشان دايما انا بحب اكون يعني محدد كده واضح احنا هنتكلم في خطة وزارة الاسكان في المرحلة القادمة وهي لها مجموعة من المحاور هنستعرضها اتباعا وبعد كده هنسمع من حضراتكم نفتح بقى باب الحديث والمشاركة واحنا بنسعد طبعا بمداخلاتكم دايما المسمرة واللي حاب لها محل اهتمام وتقدير مني بشكل كبير جدا بحيث ان احنا ناخد المداخلات دي كلها بالكامل وفي الاخر ان شاء الله هنرد على حضراتكم بأمر الله تعالى تمام؟ هنبدأ باول محور وهو محور الاسكان وده احد المحاور الهمة بالنسبة لنا ولما هنتكلم على الاسكان فهنبدأ طبعا باهم مشروع وهو مشروع سكن كل المصريين حقيقة مشروع سكن كل المصريين دولة المصرية الحقيقة وفي دوق توجهات في خمط الرئيس بتوليه اهتمام كبير جدا وحجم الانجاز اللي اتعامل من عام 2014 يعني حتى الان الحقيقة حجم عمل كبير جدا وضخمه ده اللي يمكن اهل هيئة المجتمعات في وقت من الوقت انها تاخد يعني جايزة عالمية على هذا المشروع الحقيقي لانه هو فعلا مشروع مميز وتجربة فريدة يمكن على مستوى العالم كله ما تقررتش الحقيقة بنفس الحجم ده وبنفس الكيفية واحنا في القطار ده احنا حرصين كوزارة اسكان ان احنا نستكمل ونبني على ما تم من جهود عظيمة طبعا واحنا دلوقتي بنجهز لاعلان جديد هيبقى فيه حوالي سبعين الف وحدة سكنية ستين الف منها وحدات منخفض التكاليف حالكوا عارفين طبعا ان سكن كل المصريين عبارة عن محورين محور منخفض ومحور متوسط احنا هننزل ستين الف وحدة ان شاء الله تعالى للمنخفض وعشر تلاف للمتوسط وطبعا الوحدات دي احنا مستهدفين ان شاء الله ان الاعلان ده يبقى يعني في مطلع نوفمبر باقصى تقدير بامر الله تعالى بشهر نوفمبر تحديدا وطبعا احنا كان فيه الحياة فجوة كبيرة جدا في موضوع الاعلانات الجديدة الاسكان الاجتماعي وحتى كتير جدا على السوشيال ميديا والحياة بتواصله معنا كانوا دايما بيسألوا يعني هينزل امتى فاحنا يعني دي اول بشرة ان احنا هننزل اعلان جديد ان شاء الله تعالى والجزئة التانية برضو الاهم بالنسبة لنا خطة تسليم الوحدات اللي خاصة بالاعلانات السابقة وده امر في منتهى الاهمية احنا فعلا عندنا تأخرات اه عندنا تأخرات احنا ما يعني زي ما اعتدت كده مع حضرك وانا ما بخبيش يعني دي حقيقة فعلا عندنا تأخرات كبيرة جدا لكن احنا قعدنا مع الزملة وابتدينا نحط خطة عمل كده متكاملة ونبتدي نجري في التمويل برضو يعني الحياة مع وزارة المالية فيما يخص الدعم اللي بيقدم للسندوق ومع الجزء الذاتي اللي احنا بنطلعه برضو بحيث ان احنا نحرك المشروعات وركزنا في ان احنا نقفل زنات مع بعضيها مقفولة اقدر بيعني اشغالها على طول تاني وما سلم المواطن ويمكن انا اكدت مع الزمل على كده سلم المواطن يعني منطقة سكنية متكاملة الخدمات ويبقى فيها كل العناصر متكاملة وغير مقبول بالمرة ان يبقى فيه عندنا تسليمات في انطق عمل غير مكتمل يعني ده امر مرفوض وانا اكدت علينا ان انا رصدت الحياة بنفسي في بعض مواقع العمل ان فيه للأسف بعض الاجزاء كانت غير مكتملة وحصل فيها تسليمات وده امر كان غير لائق بالمرة المترجمات لتنامي